أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج لكل الناس نهاردة إن شاء الله حلقتنا هتكون عن الاحتفال بذكرى ميلاد أفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص التهناء للأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعنا النهاردة ديوفنا الكاتب الصحف الأستاذ خالد الشناوي بالبحث الإسلامي وفضلة الشيخ علي منصور من علماء ودارة الأوقاف والطفل محمد مهر الشناوي المنشد الديني أهلا بكم أهلا في البداية كده هنفتتح بقى بآيات من الزكر القرآن بالطفل محمد سمعنا كده محمد حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وعفعت من النبي وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصينا هو الذي يصلي عليكم وبلائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى المور وكان بالمؤمن الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسنت محمد عاوزين بقى فضلت الشيخ تكلمنا بقى أنت طبعا عارف أن بيجي في مثل هذه الأيام دائما بيحصل لغط في مدى مشروعية الاحتفال بالمولد النبو الشريف عاوزين حضرتك بقى تكلمنا عن مدى مشروعية الاحتفال بالمولد النبو الشريف هل هو بدعة ولا هل هو لا فعاوزين تشرحنا الموقف بعد أن نحمد المولى تبارك تعالى ونسني ونصلم على خير مخلوق على وجه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن نفسه فقال إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق اللهم ارضى بجودك وكرمك عن هذا النبي الكريم وارضمنا يا ربنا تحت لوائه وارزقنا سقيا من يده الشريفة يوم لا نزمه بعدها أبدا أما بعد في البداية كل عام وأنتم إلى الله أقرب كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة الاحتفال بمولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم تأتي علينا أولا هذه الزكرة العطرة لتجدد فينا البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي هذه المناسبة لسنا لنحيي مولد رسول الله لأننا من نحن لنحيي مولد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احتفل الكون كله بمولده واحتفل السماء بمولده في قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يأتي علينا كل عام من يعني يعكر صفوة هذا الاحتفال بعض المتشددين بعض المتشددين يقولون إنه بدعة أخي الكريم الاحتفاء برسول الله ليس بدعة وأنا لا أقول احتفال لأنني إذا تكلمت عن الاحتفال هتكلم عنه في ساعة واحدة والدليل عن ذلك أنت لو أنت عندك ابنك بتعمله عيد ميلاد تمام أنت بتدعو الأهل والأصحاب والأقارب وترطة وجتوه هذا لمولود فما بالك بالذي خلق الكون كله لأجله ما بالنا بسيد البشر صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الذي كان يعني هنا معنى الاحتفاء أشمل وأوسع من الاحتفال الاحتفاء أشمل وأعم من الاحتفال تمام لأن الاحتفاء بيشمل كل معاني الاحتفال سواء كان احتفال دين احتفال اجتماعي احتفال سياسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ورضى أن كل محبوب كل محبوب يعشق محبوبه وكل محبوب إذا عشق محبوبه فهو يقدم لمحبوبه أفضل ما عنده وأنا أحشق النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أقدم احتفائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما شئت إما أن يكون برفع الأعلام هذا أمر جائز وإما أن يكون بالندوات الدينية وهذا أمر حس عليه الإسلام وإما أن يكون بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر جائز وقد احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده في الحديث الصحيح في البخاري الذي أورده الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه فطح الباري بشرح صحيح البخاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الإثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت فيه هذا يوم ولدت فيه معنى كلام حضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده احتفل بالصيام تمام بالصيام ولكنه احتفل ولما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زاك يوم ولدت فيه ويوم بعست فيه وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صال اثنين يقول الله عز وجل مبينا لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ما هو فضل الله لقد تفضل الله عز وجل وامتن على هذه الأمة منتين المنة الأولى منة عامة والمنة الثانية من خاصة المنة الأولى العامة أن الله عز وجل أخذ البيعة والميساق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الأنبياء الذين نعلمهم والذين لا نعلمهم من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا أقررنا يا رب قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهرين اقرار الأنبياء بأن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ثم كان خاتم النبوة اقرار الخالق عز وجل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أما المنة الثانية لقد من الله على المؤمنين إذ بعس فيهم رسولا من أنفسهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذه منة الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعس فيهم رسولا من أنفسهم ما هي رحمة الله عز وجل رحمة الله لهذه الأمة أن أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين للعالمين ثلاثة الأمر في اللغة العربية علمانا في اللغة العربية علمونا حاجة وإحنا أطفال صغار أن الأمر إذا كان من الأعلى فالأدنى ينبغي عليه تسمع والطاع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا اللام هنا وقتلام الأمر ولام الأمر من الله عز وجل والله عز وجل هو الأعلى ونحن الأدنى فالله أمرنا أن نفرح برسول الله بل آية في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بل الأعظم من ذلك إذا كنا نحن المسلمين بنحتفل يوم عشراء بمن قبلنا من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة شاف اليهود بيصوم يوم لاثنين أو يوم في السنة فقال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا يوم نجله ونحترمه قالوا يعني إيه اليوم ده فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق ورد فيه ربنا إلى يعقوب بصرة فنحن نجله ونحترمه فماذا قال رسول الله قال أنا أولى بموسى منكم سيدنا النبي بعلمنا قال أنا أولى بموسى منكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عشراء وجعل عيدا للمسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يبا إذا كنا نحن بنحتفي بغيرنا من الأنبياء فالأولادنا أن نحتفل برسول الله سيدنا عيسى مثلا على سبيل المثال قالوا قال ربنا أنزل علينا مئرة من السماء تكون لنا عيدة جعلها عيد يبا احتفلنا برسول الله عيد عيد أحسن وده طبعا خير رد على كل المتشددين في كلامنا هؤلاء اللي يقولون أنه بيدعا تمام حمد ننتقل بقى للدكتور خالد عاوزين حضرتك بقى في الزكرة دي تتكلمنا عن بعض المواقف الإنسانية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام الله عليه وسلم الرحمة والأخلاق وكل ده السلام الله عليه وسلم اللي احنا افتقدنا الكثير منه في الفترات الحالية الحمد لله لا إله إلاه معط الحمد من بالحمد ناداه ومفيد القبول لمن آتاه تقواه ونشهد أن لا إله إلا الله الكون كله فيد من عطاياه تولى بالولايات من بالطاعة ولاه ولما تخلى عن الدنايا في حبه أفناه ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحجتنا وقدوتنا وملاذنا وعوثنا الحبيب المحبوب الذي اصطفاه مولاه واشتباه الذي لو لاه لم يخلق الله الدنيا أبدا الله لو لاه اللهم صلي وسلم على سيدنا ونالى محمد إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود صاحب الوجه البهي والقلب النقي واللسان الصفي صاحب الكف الندي الجواد المعطاء السخي وعن الآل والصحبي وعن كل تابع وصالح وولي تحتفل الأمة الإسلامية في كل زمن ومكان بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الجناب الأعظم وكما قال فضيلة الشيخ إذا لم نحتفل بجناب النبي فبمن نحتفل يحتفلون بأعياد ميلادهم يحتفلون بجلوس ملوكهم على سدة الحكم ويجيؤون عند الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا بدعة إياك أن تحتفل بالنبي إياك أن تخصص بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من خصص فصام يوم الإسنين وصام الخميس وكما قال فضيلة الشيخ ذلك يوم ولدت فيه وذاك يوم تصعد فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى جاء هذا النبي الإنسان منقضا للإنسانية جمعا في وقت وقت كان فيه التخبط كان فيه عبادة الأوثان والناس لا تلم بهم إلا على صنم قد هام في صنم أهواء وجهل فادح وعصبية قبلية لا تسمع لنداء الحكمة أو صوت العقل والمنطق في ظل هذا الجو المظلم الملبد بالغيوم كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا اليوم متحدثا عن فلسفته الإنسانية جاء النبي قاضيا على هذه العصبية القبلية قاضيا على التشتت قاضيا على الأهواء والمعاصي ولكن بشفقاته المحمدية بحلمه الإنساني لأن للفقه وللفتوى مقاصدها وأبعادها ومطاربها فعلماء الأصول حينما يعني يحكمون على شيء معين أو نص معين لابد أن يتوجهون إلى المقاصد وإلى المطالب وإلى الأسانيد المحكمة لهذا أو سواه جاء النبي صلى الله عليه وسلم منقرا للإنسانية في أبهى مناقبه وفي أبهى أشكاله المحمدية كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يوزع الهدايا والغناء كان يبعث ببعض الهدايا إلى النساء فتسأله السيدة عائشة وتقول له من هن أو من هؤلاء يا نبي الله فيقول لها بلسان الحال والمقال إنهن كن يأتينا إلينا أيام خديجة هذه الإنسانية وهذا الوفاء لم يمنع هذا القائد في عز فتحه في عز مجده في عز تمكنه في عز شموخه أن ينسى صويحبات السيدة خديجة يبعث إليهن بالهدايا وبالعطايا هذا النبي الإنسان حينما يسلم عليه أحد الناس فحينما يعلم أنه النبي فينطفض هلعا وجزعا من جنابي هذا النبي المتوج فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا له هون عليك فأنا ابن آمنة وكانت تأكل العيش القضيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث سيدنا معاز بن جبل إلى اليمن مصليا وإماما وداعيا وواعظا وكان أهل اليمن ومفتيا وكان أهل اليمن حديث عهد بالإسلام أطال عليهم سيدنا معاذ في الصلاة فجاء يشكونه إلى جنابي النبي صلى الله عليه وسلم فيوجهه ويقول له بلسان الحب والشفقة والمحبة والوسطية أفتان أنت يا معاذ ما لهذا بعثنا ويطلق النبي صلى الله عليه وسلم صيحته في الآفاق إلى جموع الأمة الإسلامية في كل زمن ومكان من أم منكم المسلمين فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة هذا النبي الإنسان كان يصلي فيطيل في صلاته ويطيل في سجوده حتى يظن الصحابة أنه قبد وبعد الصحابة وبعد الصلاة يسأله الصحابة ماذا بك يا نبي الله ظننا أنك قبضت فيقول كلا ولكن ابن الحسين امتطى كتفين فخشيت أو بغطت أن أقوم من سجود قبل أن يقضي حاجته هذا النبي الإنسان المتواضع ينهى الصحابة عن الوقوف له حين دخوله عليهم ويقول لهم لا تفعلوا معي كما تفعل الأعاجم مع ملوكها وفي اليوم التالي أو بعد أيام يدخل سيدنا سعد بن معاذ على مجلس من الصحابة وهم جلوس فيقول لهم ويحكم كوموا لسيدكم حينما نتحدث عن هذه الجوانب الإنسانية في حياة النبي الأعظم وفي جنابه المنيف هذا النبي الذي تأدب معه العلماء والأكتاب والأساطين الإمام أبو حنيف النعمان حينما يسأل عن نعل النبي يجيب إجابة قاطعة يقول نعل النبي نعلوم به نعلو أحسن تشيخ أحسن سمعنا بقى محمد كده حاجة لإنشاد الجيني كده في حب النبي صلى الله عليه وسلم أنت نور ضعي فجرا جئت بعد الأسر يسرا ربنا أعناك قدرا يا إمام بقى محمد بقى محمد شكرا صلى الله عليه بالحب أسر يسرا جاء الله رسول الله أيها المختار فينا زدنا الحب حليلا يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك فضل الشيخ أبل أن يختم بها لأنه خلاص نحن نختم أولا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونجل جنابه العقل الشريف لقد علمنا ربنا عز وجل قيمة وقيفة الصلاة على رسول الله لأن السماء كلها تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا بثيقة الأمر الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك وهذه على الإطلاق أفضل الصيغ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد نصف التاني متشاهد طب في حاجة دلوقتي بنقول ربنا أمرنا أننا نصلي على سيدنا محمد نعم فنرجعنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد فين صلاتنا احنا بقى صلاتنا دعاء صلاة المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يبا صلاتنا لرسول الله دعاء فنقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ودي أفضل الصيغة على الإطلاق أحسن نختم بقى سيد خالد هل ما بس ونختم كلمة ختام بعد هذا اللقاء المحمدي للأمة بأجملها أقول لا نجات للأمة من الفتن والملمات التي أحطت بها من كل جانب إلا بالعودة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا أخلاق نستلهم ونستدعي من خلالها الوسطية والحلم والشفقة والسماحة أخلاق نخطف بها الخطاب الديني من أيدي بعض المتأسلمين الذين كادوا أن يفسدوا على الناس حياتهم وحقيقة أنا شايف سعيد زخم على شبكات التواصل الاجتماعي احتفاءا واحتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شتى أنحاء الكون كل عام وأنتم حياتهم أحسن في نهاية لقاءنا بنشكر الدكتور خالد شرفتنا دكتور خالد وبنشكر طالبة الشيخ علي أحسن شرفتنا وبنشكر الدكتور محمد مهر شكرا لسيطة شكرا لسيطة يا حياتي كل القناة كل القناة إلى الحبيب تميله ومعي بهذا ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع صار الدموع العاشقين تسيلوا شكرا لسيطة شكرا لسيطة